بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدا يا سيد احنا خلاص استقر عندنا ان يوم السبت ده يوم اصحاب السعادة واصحاب السعادة دولة مش بس هم المقبلين على الزواج كمان المتجوزين صحيح بنهتم في حديث الزواج لكن كمان كل المتزوجين كمان هم من اصحاب السعادة بنقعد نكلمهم عن حاجات مهمة جدا جدا فيما يتعلق بحياتهم الزواجية وعشان كده احنا النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة اوي حاجة لما بنفتقدها في اول الزواج ولما بنفتقدها في الزواج بتعمل لنا مشكلات ضخمة ولما بتكون موجودة بنحس بالراحة والاستقرار اللي احنا محتاجينهم في الجواز حاجة مهمة جدا جدا ممكن تكون موجودة في كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول من استطاع منكم الباقة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم طب ليه بالصوم؟ قال لك الصوم لان الصوم بيرجع الانسان للصفة اللي احنا عايزينها قبل الجواز اللي هي صفة ايه؟ الاتزان عارف حضرة النبي لما كان بيقول بحسب ابن آدم لقيمات يقومنا صلبة ان الانسان ما يبقاش عنده اسراف ان الانسان يبقى عنده ادارة للذات ان الانسان يقدر يدير انفعلاته ان الانسان يقدر يدير علاقته بمولاه وعلاقته باللي حواليه هو ده عشان كده بيروح يصوم عشان الصفة اللي احنا بنتكلم عنها هي الاتزان احنا عندنا حاجة قاعدة كده مهمة جدا من قول ان الاتزان قبل الوزن الجواز مليان وزن فلازم تكون متزن عشان تقدر توزن وعشان كده احنا بنتكلم عن صفة الاتزان ازاي يحصل الاتزان ما بين الزوجين وازاي يكون الاتزان ده ركن اساسي من اركان الانسان عندما يؤسس نفسه ليكون صالحا للزواج وزاك الاتزان هي اللي بتخلي الانسان يذوق حلاوة الايمان ويذوق حلاوة كمان الزواج تعالوا نشوف الاتزان بيظهر فين الاتزان بيظهر مش بس في وقت القرارات الاتزان بيظهر في كل خطوة من خطوات الانسان الاتزان تخيلوا كده ان الانسان بيفقد او بيحصلوا اضطراب في مركز من مراكز المخ هو ماشي ما بيقدرش يمشي ما بيقدرش يستقر في المشيان كذلك الانسان لو حصلوا اي لغبطة في مفاهيم الجواز بيحصلوا فقد الاتزان هقول لكم في مفاهيم اساسية في الجواز لازم تكون عندنا لو الانسان فقدها بيفقد الاتزان مفهوم مهم جدا جدا اسم مفهوم الرحمة الجواز لازم الناس تتجوز عشان تتراحم قلتلكم ان احنا عندنا ثلاث مشاكل في الجواز دلوقتي هي اللي بتخلي الجواز مش متزن الجواز عند كتير من الناس بقى بيزنس بيزنس مش معناه ان واحد متجوز عشان يحصل اموال من وراء التاني لكن بيزنس معناه انا رايح اتجوز عشان اربح عشان احصل منفعة طيب لو ما حصلتش منفعة ده يبقى الجواز ما استحقش ان انا استمر فيه او ان الجواز يكون عبارة عن تجربة اذا نجحت التجربة منكمل او اذا ما نجحتش ما منستمرش فيها او ان الجواز يتحول الى صراع كل دي اشكال سواء جواز البيزنس او جواز التجربة او جواز الصراع كل ده اشكال من عدم الاتزان في الجواز طيب ايه اشكال الاتزان في الجواز ان انا اتزوج عشان ارحم وارحم آه أنا متجوز عشان قبل ما أكون أنا محتاج السدر الحنين أنا كمان أكون سدر الحنين محتاج إن أنا أعيش الجواز في ظل ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنا مش تاقل ده مش تاقل إن أنا لما أروح أتجوز إن أنا أبقى طيب مع حد طيب آه يبقى الطيبون للطيبات يبقى إذن أنا محتاج ده الاتزان هو ركن الطيبة الإنسان لو مش متزن مش هيبقى طيب أوه تفتكروا إن احنا من التكلم عن الطيب عن الشخص اللي هو مش داريانة عن حاجة وكلمة وديه وكلمة تجيبه لا أحنا من التكلم عن الطيب الطيب المتزن يعني إيه الطيب المتزن؟ إن كل حاجة توضع في وقتها وفي نصبها وبحجمها الطبيعي يقدر يوزن بمعايير دقيقة الإنسان بيتعلم الاتزان ده إزاي؟ بتعلم الاتزان ده من أول ما بيكون طفل بتعلم الاتزان من أول ما بيكون صبي بتعلم الاتزان وهو في الجامعة قبل ما يتخرج وبتعلم الاتزان كمان قبل ما يتجاوز إحنا بنرفض إن حد يتجاوز وهو مش متزن في ناس كتيرة تيجي تقول لزوجتها هي دي شخصيتي يعني ييجي يقول وهو بتكلم في حالة من حالات عدم الاتزان إن هو ييجي يقول لزوجته أو يقول للناس هي دي شخصيتي ويبقى على الآخر إن هو يتقبل هذا فالزوج يقول لزوجته ده ولو هي دي طريقتي وهي دي شخصيتي وإن كان عجبك وكأنه بيشهد على نفسه إن غير متزن وشوف بقى المزاجية اللي هي أحد علامات عدم الاتزان تظهر في كل في أجل سؤرات ومن علامات عدم الاتزان الارتياح للخديعة لأنه بيشوف اللعاء اللي هو عايزه وخاصة من البشر لأنه عنده مجموعة من القواعد المحفوظة قواعد زي مش كل الناس كويسين ومش كل الناس وكل الناس وحشين وفيه مش حد كويس لكن هو انخدع كتير فعنده رضا بالانخداع ولزيك إلا حاصل هو دايما عنده حالة من حالات التشكك في الناس حتى لو لقى ناس كويسين بيفضل الناس عنده وحشين ليه طيب؟ لأن الناس شبه بعضهم وأنا ما شفتش حاجة كويسة من حد ويفضل الصورة دي عنده ويبتدي يرتاح للفكرة دي ويرسم لها صورة بس بيتكلم بهذه الصورة طول الوقت وبيعمل إيه؟ بيعمل إنه بيكرس الصورة دي في نفسه وبعدين الشخص ده كل محاولاته لإعادة من الانخداع تخليه يقع في الانخداع الاتزان يعني نكتعيش الحقائق مع الناس وتتعامل مع كل علاقة جديدة من غير محاولة تعويض اللي فاتك آه ده مهم جداً ولزيك تعرفوا؟ بننصح الناس لو كانوا خارجين من علاقة إنهما يستنوا شوية لغاية ما إيه؟ لغاية ما يتعافوا من العلاقة الفائتة لأنهما بيكونش في حالة اتزان عشان ما يحصلش محاولة التعويض فلما تيجي تتعامل مع شخص ما تحاولش تتعوض اللي فاتك في علاقتك من علاقتك الفشلة في الشخص ده وإلا تبقى إنسان مش متزن وما ينفعش حد يحب حد لأنه كل السبب اللي هو حبه علشانه أنه أقصاده طول الوقت وهو كده مش هيبقى متزن لأن مشكلته أنه هو بيملى فراغ وبيملأ عوز عنده بيحاول بيملى عشان يحس أن الفراغ ده مش موجود لكن الشخص ده يمثله إيه إيه القيمة الإضافية اللي بالنسبة له ما بيمثلهش حاجة وساعتها هيبقى الشخص ده وتعيقع في إنه هو بعد كده يحس إن الشخص ده ملوش مكانة عنده ما ينفعش واحد حيران ومش عارف نفسه بشكل صحيح إنه يبتلي حد تاني بحيرته فالحيرة للأسف معدية فما تنقلش عدوى حيرتك للناس وما ينفعش إنه احنا نعيش في العبارة السلبية دي إحنا عايزين نتجوز عشان يستقر لا يا سيدي ما ترميش بلك على الناس روح يستقروا بعدين روح يتجوز من استطاع منكم الباقة تفليها تزوج هو ده كلام حضرة النبي فالإنسان اللي مش مستقر ما يروحش يتجوز الأول يروح يستقروا بعدين يروح يتجوز لكن ما سألت إن الجواز ده عبارة عن مستشفى بنعالج فيها خلل الناس وعدم اتزان الناس لا لأن حضرة النبي أمرنا إن إحنا في الجواز نكون على الخيرية خيركم خيركم لأهلي وعشان كده ما ينفعش في الألاقات بقى الناس مهم جدا جدا إن في العلاقات الزوجية لازم يكون فيها اتزان يحكم الأفعال فلازم يبقى عندنا اتزان ويبقى ننتزم ما بين العمل والحياة لازم الاتزان معناه على فكرة الاتزان مش معناه إن أنا أدي 50% العقلي وأدي 50% القلبي لا ده مش معناه اتزان ده معناه تنصيص بنصص حياتي ما بين الحاجات مش هو ده الاتزان لكن الاتزان هو إن أنا أدي كل حاجة اللي هي تحتاجها واللي تستحقه الشغل يستحق 8 ساعات أديله 8 ساعات لو ديته أكتر من كده يبقى أنا مش متزن الحياة في البيت محتاجة 5 ساعات أديلها 5 ساعات لو ديتها أقل من كده يبقى أنا مش متزن يبقى الأصل في الحياة إن إحنا نعيش بميزان نوزن الكلمة نوزن فكرة نوزن الأولويات وكل ما كنت قادر تشغل الميزان ده في الأوقات المهمة كل ما كنت قادر على الحياة بشكل صحيح مش بس تشغل الميزان ده في الأوقات المهمة في كل حياتك وكل ما تخفل عن هذا الميزان وتنساه حياتك تصب التعاسى والاكتئاب والصدمات وكمان الاستهلاك أول شيء بيمنعنا من الاتزان هو تبريل الأخطاء بسبب سيطرة المشاعر علينا ليه طيب؟ لأننا في الحقيقة الله سبحانه وتعالى أمرني بل إن إنسانه على نفسه بصير لو بررت أخطاء بسبب مشاعري إن أنا إزاي يعني؟ أنا والله أنا بس قلت الكلمتين دول عشان والله مشاعرك أنت غالبة علي وابتدي أبرر الموقف ده لا حتى لو مشاعرك غالبك يبقى أنت عندك ما عندكش اتزان لأن أنت مفروض تدير مشاعرك وتدير غضبك يبقى بدون الميزان مش هتقدر تكون إنسان وممكن تتحول لوحشة لا أسف يعني أو آلة في إيد أي حد يستغلك أو يبتزك لعدم وجود اتزان بين القلب والعقل والاحتياجات عدم الاتزان يا سادة ممكن يخلي الناس تبتزنا وتستضعفنا وتخلينا نشوف الوهم على إنه حقيقة وفقد الاتزان بيأدي فينا في بعض الأحيان إلى الجنون والعصبية والتشاؤم والإحساس بالمظلومية لازم يبقى عندنا موازين نوزن بيها نوزن بيها كل الأفعال والأقوال أنا أقول لكم نموذج كده لطيفة أنا بحبه اسمه خمسة جيم أو 5G إيه الخمسة جيم دولار الخمسة جيم دولار وأخدينهم من سنة رسول الله عشان الإنسان يبقى ممتزن أي حاجة بتعمله سواء كلمة أو فعل أو تصرف أو قرار لازم تاخده من خلال الخمس حاجات دي أنت طبعا عشان كنت تكون متزن أهم حاجة في الاتزان يبقى عندك قيم لو بدون قيم يبقى أنت ما بتعملش حاجة لها لازمة يبقى حظة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيقول الإيمان مواقرة في القلب وصدقه العمل يبقى لازم اللي في القلب الأول القيم الأول ولذلك إنما الأعمال بالنيات باللي في القلب القيم لو أنت ما عندكش قيم مش هتكون متزن طب نعمل إيه بقى؟ نعمل حاجة مهمة أول أي فعل أنت بتفعله رقم واحد اكتب وراي أول حاجة عشان تكون متزن لازم تعمل حاجة لها جدوى ما تعملش حاجة ما لهاش أهمية إذا كنت بتعمل حاجة ما لهاش أهمية ما تعملش أي حاجة ما لهاش أهمية لأن ساعة ما تعمل حاجة ما لهاش أهمية يبقى أنت بتضيع حياتك بتضيع وقتك بتضيع أفكارك ولذلك جزء من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعني إنما الأعمال بالأهميات بالحاجات المهمة ولذلك أنت في بعض الأحيان إيه اللي حصل بتسيب عمل لعمل تاني عشان هو الأهم ولزيك إيه اللي حاصل الدينار اللي بتنفقه في أهلك هو الأهم فأنت عشان تقدر تكون متوازن وما ترميش مسؤولياتك اللي هي خاصة بأهلك وتتعلل بأن أنت مشغول بالشغل يبقى لازم تتعلم الأول فكرة الأهمية لا تصنع شيء بدون أهمية يبقى الجيمي الأولاني الجدوى الأهمية لا تصنع شيء بدون أهمية الجيمي التانية وهي دي شيء مهم جدا الجدية أن أنت أعمل الحاجة بجدية بعض الناس يقولوا أنا ما عنديش هم عشان كده ما بشتغلش بكسل لا أنت أعمل الحاجة بجدية فيبقى عندك على طول فكرة الجدية فيزول عنك الكسل ويزول عنك العجز يبقى أول حاجة الجدوى هتعمل حاجة لها أهمية تاني أعمل حاجة بجدية حتى لو عتلعب مع أولادك تشوف حضرة النبي تشوف عشان تعرف الجدية حضرة النبي راح يسابق السيدة عائشة بيعمل إيه بيعمل لعب بيفرح أهل بيته فشوف حضرتك وراء حضرة النبي وراء راح يفرح أهل بيته بيعمله الجدية فإن اللي حاصل ففي الأول خالص تسبق السيدة عائشة فاتسبقه فشوف حضرة النبي يجي بعد كده إيه اللي حاصل يجي ما هو بيلعبها بعضهم بعد كده مستمر في لعبها وده تعلمك أن حضرة النبي كل حاجة تدخل السرور على أهل بيته كان بيستمر فيها فيستمر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في ده فييجي بعد كده إيسبقها لما السيدة خديجة السيدة عائشة يزداد اللحمة عندها فإيه اللي يحصل فيقولها هديب تلك شوف الجدية حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإفراح أهل بيته وفي إدخال السرور على أهل بيته وفي اللعب جد صلى الله عليه وسلم فخليك عندك جدية يبقى ما تعملش حاجة إلا وهي ليها جدوى ليها أمية ومتعملش حاجة بدون جدية لازم تكون فيها جدية تالت حاجة ما تعملش حاجة إلا وفي جدارة يعني إيه جدارة؟ يعني إيه جدارة؟ يعني عندك مهارة فيها الحاجات اللي مش عندك مهارة فيها روح تعلمها وتعالى عملها تاني لكن انت عايز تبقى متزن اعمل الحاجة اللي فيها جدارة اعمل الحاجة اللي انت عندك مهارة فيها طب اللي مش عندك مهارة فيها روح تعلمها وتعالى عملها تاني وده مهم جدا 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 تلت حاجة رابع حاجة دي تلت حاجة بقى عندنا جدوى اعمل حاجة لازمة وكأن ده بتحط نفسك على ميزان الاتزان بتعمل حاجة لها جدوى بتعمل حاجة لها وانت جد فيها بتعمل حاجة وانت عندك جدارة فيها ولا لا رابع حاجة لازم تعمل حاجة لها جودة مش بتعمل اي حاجة وكده وخلاص بلاش تحلت القسم بلاش والزاك إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه يبقى لازم يبقى فيه جودة لو عملت الحاجة بدون جودة يبقى أنت مش متزن آخر حاجة لازم تعمل حاجة اللي فيها جمال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجمال والله جميل أن يحب الجمال يبقى لازم تجي تعمل حاجة لازم تلاقي فيها جمال ما تعملش الحاجة كده وتخلي الفنش بتاعه بايز وتخلي لا أنت كده مش متزن إذا عملت الخمسة جيم دولة إذا عملت الحاجة وهي لها جدوى إذا عملت الحاجة بجدية وإذا عملت الحاجة وانت عندك جدارة إذا عملت الحاجة وهي فيها جودة وإذا عملت الحاجة وفيها جمال فأنت إنسان متزن تعالوا نشوف كده يبقى أنت لما تيجي تختار شريكة الحياة أو لما تيجي تاخد قرار في حياتك شوف القرار دي أهميته إيه شوف التجواز بالنسبة لك أهميته إيه رسالة إيه المعنى اللي أنت عايز تتجوز علشانه لو تتجوز بس عشان دي مرحلة ولازم الناس تتجوز وخايف من كلام الناس أنت كده مش متزن لازم تكون متزن لما تيجي تتجوز تتجوز عشان الجواز بالنسبة لك قيمة إضافية لو رحت تتجوز والجواز بالنسبة لك مش قيمة إضافية أنت هتفسد حياتك وحياة الآخرين لازم تتجوز عشان الجواز بالنسبة لك قيمة إضافية ابحث بقى عن القيمة الإضافية دي إيه تاني حاجة اتجوز بجدية بلاز تتجوز وانت كسول إيه اللي حاصل الوقت ما يجيب معرفش لا اتجوز بجدية عشان الجدية دي هتخليك تحس بإنك أنت شخص قوي شخص قادر تتحمل المسؤولية تتجوز وعندك قدارة دور على مهاراتك شوف مهاراتك في التواصل إيه يميتها شوف مهاراتك في حل المشكلات إيه هي شوف مهاراتك في التغاضي شوف مهاراتك في إن أنت عندك طموح حالما عندكش طموح شوف مهاراتك في إنك أنت تستطيع أن أنت تلهم باتصالك اللي حولك ولا لأ كل دي مهارات مهمة جداً جداً وإنت راحت تتجوز حاجة اللي بعد كده لازم تشوف الجودة أنت حياتك الأسرية هتكون ايه معايير الجودة اللي انت حطتها لحياتك الزوجية معايير الجودة ان بيتك يكون هادي معايير الجودة ان انت وزوجتك بينكم مشترك كتير انت بينك وبين زوجتك قدرة على التحاور ايه معايير الجودة ايه معايير الجودة اللي بينكم وبين أسرتكم كثير من الناس بيهتموا بمعايير الاختيار انا كمان عايزك تهتم بمعايير العيش الهاني بمعايير العشرة الحسنة بينك وبين زوجتك كمان احنا لازم نتكلم كمان عن الجمال لازم كل حاجة بتعملها مع زوجتك وكل حاجة بتعملها مع زوجتك لازم يكون فيها جمال الجواز من غير جمال ما يبقاش زواج يبقى أيه يبقى حياة مفروضة علينا يبقى عبارة عن تنقل من مكان إلى مكان لكن الجواز اللي فيه جمال هو الجواز اللي بيحس فيه بنعمة ربنا لأن مدد ربنا هو الجمال اللي محطوط في الجواز الناس لازم تتعمل تقول كلام حلو لازم تحس بأن اللي حواليهم يحسوا بأنهم فرحانين إن الجواز ده واتدخل عليهم بهجة دخل عليهم سرور دخل عليهم كمان فرح دخل عليهم ابتكار وإبداع ونور وبركة كمان إذا ما حصلش يبقى الجواز مش ماشي في طريق الصحيح الخمس معايير ديتها معايير الاتزان ياريت كل واحد فينا قبل نتجوز وياريت كل واحد فينا حتى لما يتجوز يراجع نفسه ويشوف كده هو في حالة اتزان زواجي ولا لأ أو هو في حالة اتزان قبل الزواج ولا لأ ويقيس نفسه على معايير الخمسة دول على الجدوى وعلى الجدية وعلى الجدارة وعلى الجودة وعلى الجمال واحد يجي يقول لي طب ليه ده كله ما احنا بنتجوز زي بالظبط الناس كتيرة يقولك ما احنا بنتجوز يعني ما احنا طولهم مننا بتجوز والجواز محتاج للده كله تعالوا شوفوا النتائج الوخيمة اللي احنا وصلنا له تعالوا شوفوا ارتفاع نسب الطلاق لما الناس تجوزوا وهم غير متزينين إلا حصل تعالوا شوفوا الناس مشاكلهم مشكلها إيه المشاكل بقى أصبحت معقدة جدا 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 ليه عشان فقد الخمسة دول فقد ان الناس بتجوز من غير هدف الناس بتجوز وهم كسالة شوف الكسل الكسل الزواجي بيخلي الزوجها تحس ان زوجها اعتمادي ومش اعتمادي بس مجرد ان هو زوج غير جاد فالزوجها تحس ان هو اعتمادي اسأله كتيم الزواجات اللي هم سمعين دلوقتي هتقول لي اه انا حاس ان هو راجل كويس بس كسول فتفسر الكسل عنده ان هو شخص اعتمادي بيعتمد عليها او واحد معندوش مهارة تقول له اه راجل طيب بس مش قادر عاجز عاجز ان هو يغير من حياته اتعلموا شوية مهارات كتيرة في الزواج عندنا عشرين مهارة في يوم الايام هنتكلم عنهم عشرين مهارة اولية من مهارات الزواج لازم نتكلم عنهم ذكرت خمسة منهم من شوية وهنكمل عليهم وهنتكلم عن مهارات الزواجية لازم يبقى عندنا مهارات زواجية لازم نتعلمها عشان نقدر نمشي في الزواج كمان احنا لازم يكون عندنا جودة ما ينفعش تعطي لزوجتك اي كلمة او تعطي لحياتك اي وقت لازم الوقت يبقى فيه جودة لازم النظرة يبقى فيها جودة كل ده لازم يبقى فيه معايير عشان نقدر نقف قدام ربنا ونقول له احنا امنا بالامانة دي وما تنسوش الكلام الحلو لان الكلام الحلو يدوب اي وجع وكمان يجبر الخواطر وكمان يزيل الهموم بيوتنا محتاجين الخمس معايير دولة يا رب وفقنا ان احنا نكون على قدر المسؤولية وكمان نزوق مددك بانك يسرت علينا الخمس حاجات دول ونقدر نكون جاديرين بان احنا نكون اصحاب السعادة لما نكون اصحاب هذه النعمة الخمسة اللي انت يا مولانا يسرت لنا الطريق بيها عندما جعلت لنا رسول كريم ودود يسر طريق الخمسة دولة يا رب بارك لنا وجعلنا نتابع حضرة النبي عشان نقدر نحصل الخمس معايير دولة فنقول من اهل الاتزان ونذوق حلاوة الاماء باتباع النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم فاصل ونعود اليكم عشان نجاوب على اسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي احنا بتتلقى عليه على اسئلتكم المباركة وتفضل جسر موصول بنا عشان نبقى في ذكر مولانا سبحانه وتعالى ونبقى في مجالس العلم وناخد اول سؤال النهاردة الاستاذ احمد من القاهرة استاذ احمد اتفضل اهلا يا فنم اهلا وسهلا اتفضل استاذ احمد حضرتك حضرتك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل استاذ احمد حضرتك انا اسم احمد من حدق المعادي اهلا وسهلا حضرتك انا اتجوز ست سور بالضبط ومراتي حبلت طيب تمام وبعد كده في فاطرة الحمل حضرتك مراتي انقذلت عند والدتها ولما طلعت لما جابت الود خمسة عشرين حداشر كان ساعتها ملدي النبي والود نزل تمام انا مع حضرتك تمام الود نزل يعني الولد اتولد ولا حصل صاق اه اه اتولد اسمه عبدالله الحمد لله من ساعتها الحياة دلوقتي احنا دلوقتي ابني عنده عمره خمس سنين ايوه ولا بشوفه ببعث له فلوس ببعث له لبس ببعث له كل حاجة بس انا تحبه اه يعني انت دلوقتي بس عشان فيه معلومة الناس ما كانتش عطحالها انت دلوقتي لما قلت نزلت عند لما الولد عنده ستة شهر نزلت عن دمها يعني نزلت يعني غضبت عن دمها غضبت بسبب ان اختي اديته لبوسها حضرتك كان اول يوم كن الود سخن بلا يا بنتي روح اكشف عليه معرضتش المهم اللي عشان مرسل ما تقولش على البرنامج حضرتك تمام الود لما تولد هتجوم هم رفع علي عضية كنم يتربتكم معايا كنم بنفتر الصور لما تنهت الود لما ولد بعد الولد أستاذ أحمد خلينا اسألك أستاذ أحمد خلينا اسألك هل تم بينكم طلاء الحيث دلوقتي ما حصلش طيب اللي حصل دلوقتي إن هي غضبانة يعني هي غضبانة بالولد دلوقتي خمس سنين رفع علي عضية وإلا بتفتر معايا رفعت عضية اللي هي نفعة طيب يا سيد أحمد أنت خمس سنين وبينكم الكلام دوت وهي واخد الولد وسايباك بي وما كانت فيه أي محاولات للصلح أظن أكيد فيه حاجة كده مش مناسبة أنا بعتمت بكير حضرتك يا شيخ مفيش أي أم قالولك لا ترامى أخر وأنا والدتي عاجزة وأعت دلوقتي معنا على والدتي أنا بعت عفش كله وديتها هي حاجات اللي هي جايبها مش عايزة ترجع أنا رح تبيع على العفش بتاعي أنا وقاعدوا مع والدتي بس كل ما باجه أشتغل حضرتك الباب بتقفل أنا نفس أسعى نفس أسعى للسؤال ده طيب أنا عايز أقول لك حاجة يا سيد أحمد أنا بكون صريح مع أحبابي أنا منكم أنا زي زيكم إحنا أحباب وبنتكلم بكل صدق يبدو لي إن المشكلة ما ينفعش إن أنا أقول إن زوجتك أم ابنك هي السبب بس في المشكلة اللي بينكم يبدو إن المشكلة سببها أنتو الاتنين أنا آسف يعني لأن عشان خمس سنين ومعليش أنا آسف برضو ما أنا بحاول أفهم خمس سنين وإنت حالك بتحاول تتودد إليها وحدك بتقنعني إن أنت من غير ما يكون لك سبب في الكلام ده لا ضرب بقى ولا هي لما قالت لك بقى أنا معترض أن أختك تدي اللبوسة للولد وكده ممكن تعرضه للخطر واللبوسة دي خطأ كان لابد إن الولد يروح للدكتور ولما حصلت الشجار ده كله أنت فهمني إن أنت في جده كله ولا كنت عملت أي حاجة أما وإن الوضع اللي بيننا دوت أنا ببقى دايما عشان خبرتي في الإرشاد الزواجي فأنا عارف إيه الخلفية بتاع ده هنفترض إن أنت كل اللي قلتولي ده صح على كل حال أنتوا محتاجين وسيط يدخل بينكم محتاجين وسيط يدخل بينكم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما حصل الشقاق والفراق ما بين بريرة ومغيث طلب مغيث إن حضرة النبي يتدخل ويتشفع له عند بريرة يعني يروح لبريرة ويقول لها والله مغيث ده بيحبك هي كانت أما وبعدين تحررت فوق لكن الشاهد إن رسول الله سلم تشفع ما بين الحبيبين فرح رسول الله سلم لبريرة يتشفع عندها عشان ترجع لمغيث فإيه اللي حصل؟ فقالت يا رسول الله أأمر أم أنها شفعة؟ قال بل شفعة؟ قالت لا أنا مش عايزة أرجع لبريرة أنا مش عايزة أرجع لمغيث فالشاهد من كده إن احنا محتاجين وسيط حضرة النبي الشاهد في ده كله إن حضرة النبي علمنا إن فيه أوقات لازم يبقى ما بين الزوجين يدخل وسيط طب إذا الوسيط ما نجحش لازم يتدخل خبير لازم يتدخل إيه؟ خبير فأنا بقول لحضرتكم ببساطة خالص شوف حد له تأثير على زوجتك وحاول تخليه يسمعني دلوقتي وأنا بقول له يعني أدرك هذه الأسرة فبعثه حكما من أهلي وحكما من أهله خلي واحد حكيم يروح ويحاول يصلح بينكم طب إذا فشل هذا الشخص ده لأن أنا عارف إن في كثير من الأحيين في بعض البيئات ثقافة الإرشاد الزواجي ليس ثقافة منتشرة بالقدر الكافي طب إذا فشله لازم تكون على مركز الإرشاد الزواجي أنت وهي مش عشان مصلحتكم أنتو بس لكن عشان مصلحت ابنكم اللي ما ينفعش ينشأ في أسرة مفككة اللي ما ينفعش أنتو الاتنين تقوموا بالمعندة وبالمكيدة وبالأواضي ده وتدوسوا الولد ده برجلكم لا اتقوا الله سبحانه وتعالى في أولادكم واتقوا الله في أنفسكم قبل ما تتقوا الله في أولادكم لأنه هو ده اللي هيحللكم مشكلتكم أنا أظن أن أنت سامع كلامي وأظن كمان أن زوجتك ممكن تخليها تسمع كلامي ده فيا سادة لو سمحتم أنتو لما بتجنوا على أولادكم في الحقيقة أنتو بتجنوا على أنفسكم قبل ما بتجنوا على أولادكم لأن في حتة بتنقص منكم كده في حتة بتقل منكم في حتة بتبقى توارط في إنسانيتكم جزء الخاص بيقدي إيه حنانة الأب وحنانة الأمة على الطفل أنتو الاتنين لما ترجعوا لنصابكم تاني وتحطوا الحاجات في نصابها وإنت لو غلطان تعتذل لها وهي لو أساءت ليك كمان هي ترجع عندها وحاولوا تتدركوا ده لأن في معاصي مش هتقدروا تتخلصوا منها إلا إذا ردتوا الحقوق لأهلها فحاولوا أنتو الاتنين تتقل الله سبحانه وتعالى في بعض مش بس عشان ابنكم عشان ما تقبلوش ربكم وانتو على أكتفكم أحمال من زنوب هي من أعظم الزنوب هي زنوب أن أنا بسميه الزنوب الأسرية الزنوب الأسرية من أعظم الزنوب إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول فاتقوا الله سبحانه وتعالى أنتو الاتنين مش بس حضرتك أستاذ أحمد لكن كمان زوجتك تتقل الله سبحانه وتعالى فيك وانت تتقل الله فيها وزي ما قلت لكم ندخل وسيط من أهلك وأهلها ما نفعش تفضلوا تعالوا تعالوا لنا على مركز الرشاد الزواجي ونتكلم مع بعض وما فيش مشكلة الله سبحانه وتعالى ما أنزل لداء إلا وأنزل له دواء معنا الأستاذ أحمد من القليوبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإلا احترام والتقدير وحضرتكم أهل العلم وخاصاته الله يبارك في حضرتك فضل السلام وكذلك فريق العمل فوق رؤوسنا وملأ عيوننا الله يرضى عنكم مع حضرتكم أحمد عروج أنا أتبسط من الناس اللي بشكروا جدا جدا فريق الأعداد وفريق العمل لأننا في الحقيقة ساعات ببقى نسيهم فبشكر كل زملاء اللي موجودين معايا سواء في الإخراج أو سواء في التصوير أو سواء في الإعداد أنا بشكركم كلكم تفضل السلام الله يبارك في حضرتك حضرتك مع حضرتكم مع حضرتكم أحمد عروج من غرب شبرة الخيمة تفضل السلام بس عايز حضرتك بعد إذن حضرتك تتفضل مشكور بإضاح قيمة العلم والتعليم للإنسان حاضر وكذلك قيمة المعلم عند المتعلم حاضر يا أستاذ أحمد يعني خلينا أقولك أستاذ أحمد أنه لما كان بنتكلم على أن العلم نور عارف العلم نور ليه لأن العلم تجلي من تجليات وصل لله سبحانه وتعالى بينا يعني الإنسان لما يتعلم بيتفتح له طريق يشوف الحياة بنور لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم وبعدين عمل ماذا فعل الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة يبقى أول تكريم واضح للإنسان شهدت عليه الملائكة هو تكريم الله أن علمه بذاته العلية ولذلك العلم ده العلم في الحقيقة مش معرفة العلم مش معلومات العلم وصل رباني لما الإنسان بيتعلم بيرى بنور الله الإنسان لما بيتعلم يرى الخير يرى الحقيقة ولذلك أكتر حاجة عشان تحقق هذا الدعاء اللهم أرينا الحق حقا ورزوكنا اتباع ما أرينا الحق حقا بإيه؟ بأن تسلك طريق العلم العلم هو الوحيد اللي ممكن به ترى الحق حقا ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله فرح الإمام بخاري مباوب باب باب العلم قبل القول والعمل يعني قبل ما تعمل وقبل ما تتكلم اتعلم ولذلك احنا محتاجين العلم في كل حاجة كل شيء فاحنا محتاجين العلم في كل شيء ولذلك نحن نحتاجين دائما أن نتعلم يا سيدة احنا النهاردة كنا نتكلم في حلقة مهمة جدا جدا نتكلم عن الاتزان قبل الوزن الاتزان قبل الجواز الاتزان قبل القرار الاتزان قبل العيش الاتزان قبل كل حاجة احنا محتاجين نكون متزنين محتاجين نكون متزنين بمعنى إن احنا محتاجين يكون عندنا جدوى وأهمية لكل حاجة بنعملها محتاجين يكون جدين في كل اللي بنعمله محتاجين يكون عندنا جدارة ومهارة في الحاجات اللي احنا بنعملها ولازم نكون أيضا عندنا جودة وجمال يا رب رزقنا هذه الخمسة وجعلنا من عبادك الذين تتجلى عليهم بالبركة والنور والفضل يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين رزقنا الفضلة من عندك يا رب العالمي اشتركوا في القناة